شكراً لكي باسانت التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي وخلال اتصال هاتفين أجره الرئيس السيسي مع نظيره الزامبي هاكيندي هشليمة لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكد رئيس السيسي الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع رئيس هشليمة في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مشيداً بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي وعلى المستوى القاري أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر بات تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات توفر أساساً قوياً لإقامة أي تعاون تنموي مع الشركاء الدوليين وخلال استقباله وزير الدفاع للقوات المسلحة الكورية الجنوبية سوووك أكد رئيس السيسي اعتزاز مصر حكومة وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة المجالات العسكرية والدفاعية وكذلك تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وخلال اجتماعه بوزير المالية محمد معيت وعدد من المسؤولين لمناقشة مؤشرة أداء الأعمال بمصر لفت مدبولي إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التي يتم دراسة سبل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب والذي يتماشى مع خطة الإصلاح الهيكلية التي تتبنه الحكومة والاستكمال النجاح الذي حققته في هذا الشأن أكدت وزيرة الصحة هالة زايد جاهزية مخازن التموين الطبي بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لمساعدة الأشقاء في الدول العربية في حالة الطوارئ جاءت تصريحات وزيرة الصحة خلال لقائها السفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي لبحث ومناقشة سبل دعم لبنان في القطاع الصحي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوضح المتحدث أن الفريق الطبي المصري قام بمشاركة الفريق الطبي اللبناني في وضع خطط العلاج وتدخلات الجراحية لمن تحتاج حالته أعلنت وزارة الصحة خروج 763 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الوزارة تسجيل 249 حالة إيجابية جديدة وتسع حالة وفاء عقد المجلس الأعلى المشترك المسؤول عن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان اجتماعه الأول وخلال الاجتماع أكد المجتمعون أهمية بروتوكول الترتيبات الأمنية وكذلك الإرادة السياسية الصادقة للمضي قدما ومواجهة التحديات بشكل جماعي حتى تدلل العص عباط كافا كما استعرض الاجتماع موقف الترتيبات الأمنية وأليات القيادة والسيطرة كما وقف الاجتماع على الترتيبات الإدارية التي قامت بها اللجنة العسكرية العليا المشتركة توطئة لانطلاق أليات القيادة والسيطرة بشكلها الجديد والمكتمل وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية الإجلاء من أفغانستان بالنجاح الباهر مشددا على ضرورة عدم نسيان جميع التضحيات الأمريكية خلال الأعوام الماضية وخلال كلمة وجهها للشعب الأمريكي بعد يوم من انتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بإخراج الأمريكيين المتبقين في أفغانستان بعد أن نجحت مع الشركاء بإجلاء أكثر من 100 ألف أفغاني وهي سابقة في تاريخه على حد تعبيره ورياضيا يواجه المنتخب المصري نظيره الأنجولي في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى في بداية مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال ويدخل المنتخب مصر معسكرا مغلقا في الفترة الحالية استعدادا لأنجولا ثم السفر لمواجهة الجابون في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفية أفريقيا المهاهلة إلى كأس العالم رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون نهاية مجاز التساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر